هل تعلم او احنا كلنا نعلم في مصر ان في شاب مصري خد جائزة افضل علماء الرياضيات في العالم شاب مصري يا انا ربيض خد جائزة ايه افضل علماء الرياضيات في العالم الكلام ده مش فنكوش كلام ده حقيقي واحد من ولاد بلدنا الشباب النبيين النبغين حصل على جائزة افضل علماء الرياضيات في العالم هو العالم المصري الدكتور محمود عبد العاطي حصل على جائزة افضل علماء الرياضيات في العالم للعام عشرين تلاتة وعشرين مولود في سوهاك وايضا اللي ادته الجائزة هي الصين الصين بتدي هذه الجائزة وفي شهر نوفمبر القادم هيتم الاحتفال في حفل كبير وبتاقي تأزيل جائزة تخليدا للعالم الصيني الشهير شاو معايا على التليفون وانا ممتن ليه الدكتور العالم الحائز على جائزة افضل علماء الرياضيات في العالم الدكتور محمود عبد العاطي مساء الخير دكتور محمود حمد دي ربنا يبارك فيك يا رب وشكرا على الكلام الحلوى ده انت تستحقه وتستحق المزيد وشرف لي اننا اتلقى هذا التليفون من حضرتك كعالم كبير تفوز بجائزة دولية مرموقة في مجال كبير وهو علم الرياضيات ربنا يبارك فيك يا رب احكي لي عن الجائزة ازاي حصلت عليها ازاي تلقت الخبر ان تحصل على جائزة رفيعة على مستوى العالم هل انت اللي ترشحت رشحت نفسك ولا فيه اكاديميات وجامعات وهل فيه اهمية للجائزة دي تنعكس عليك وعلى بلدنا الاول جائزة اتشينشو شاو دي عشان تخليدا لذكرى للعالم الكبير شاو العالم الصيني اللي هو قدم نظريات كتيرة وتفسيرات فيه الرياضيات الفكرة في الجائزة واهميتها انه بيتم الترشيح ديها من دول العالم المختلفة يعني بعض العلماء بيرشحوا الناس اللي هما بتنطبق عليهم الشروط شروط الجائزة انه لازم يكون المرشع عنده نظرية باسمه يعني متسجلة وعنده بعض براءات الاختراع في التخصص فبيتم الترشيحات وإدارة الجائزة بعد كده هي اللي بتصف الناس المتقدمين وبيمنح الجائزة دي لواحد بس كل سنة فدي اللي ادت الجائزة الاهمية بتاعتها لان احنا عندنا نظرية عملناها من فترة سمت باسمينا العلماء سموها بعد كده يانج عبد العاطي كارلو النظرية دي بتعالج بعض الموضوعات المهمة وخصوصا مع التقدم اللي حاصل في الزكاء الاصطناعي والكمبيوترات الكمية والحمد لله يعني قد اكون انا محظوظ السنادي ان انا اترشحت وان انا حصلت عليها ويعني مبسوط جدا لانه احنا بنكمل الصورة الحلوة بتاعت بلدنا يعني رفع عالم مصر في اي محفل دولي ده بالنسبة لنا يعني قمة امل اي واحد باحث انه يقدر يوصل للمرحلة انه يرفع اسم بلده خصوصا في مكان زي ده يعني الجائزة دي معنوية ام مادية ايضا الجائزة دي ثلاث مكونات هي فيه شهادة فيه مادية ذهب وفيه قيمة مالية طيب دكتور محمود عبعاطي حضرتك بتتولى منصب مدير المركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاك واستاذ المعلوماتية والامن السبراني باكاديمية ناصر العسكرية هل الجائزة دي هتضيف لك شيء خارجي او دولي مثلا الجائزة طبعا هي لها بالنسبة لي مهمة جدا وجايف توقيت كويس جدا لانه احنا عندنا مجموعة من من طراءات الاختراع اللي موجودة سجلناها في امريكا عن ذاكرة الكمبيوتر الكمي الكمبيوتر الكمي اللي هو الكمبيوتر الجديد اللي طالع فده هنبدأ نعمل ان شاء الله بعض التطبيقات والحاجات المرتبطة بالموضوع ده في مصر بإذن الله وده نقدر نخدم بلدنا بشكل كويس جدا من خلال النتورك اللي اتعمل والاسم اللي اتعمل وظهر وارتبط بالجائزة دي في المح فلسطيني هل تفكر في السفر او الهجرة ولا انت مصري وعايز تقعد في مصر لا اول انا خدت فترة من حياتي برا مصر ورجعت يعني انا كنت عايش في المانيا فترة طويلة وبعد كده عشت في الخليج شوية ورجعت انا من مؤسسين مدينة زويل ايضا انا رجعت معا دكتور رحمة زويل من الخارج لما أسسنا مدينة زويل في سنة 2013 انا كل احلامي حاليا ان انا نععد في بلدي وعندي حلم عايش عليه وبنشتغل عليه ونتمنى يا ربي تحقق قريبا ان احنا نحول البحث العلمي والنشر العلمي لاحد مصادر الدخل القومي لبلدنا واحنا قادرين على ذلك لان مصر فيها نمازج كتيرة جدا الناس احسن مني بكتير علماء في مصر ونقدر نربط العلماء اللي موجودين بالداخل مع العلماء المصريين اللي موجودين في الخارج في كل مكان ونقدر نعمل مصدر من مصادر الدخل القومي كتير جدا وبدون ما نتكلف حاجة في بلدنا هو ده حلم اللي انا عايش عليه وبشتغل عليه دعني اشكرك شكرا جزيلا العالم المصري الكبير الدكتور محمود عبد العاطي الحائز على جائزة افضل علماء الرياضيات في العالم من دولة الصين لعام عشرين تلاتة وعشرين شايف في حاجات حلوة في بلدنا والله يعني غير حاجات تانية تلهيك كده فلانة طلقت من فلان وفي محاولة انتحار في عالم مصري كبير شاب مصري يحصل على جائزة افضل علم رياضيات على مستوى العالم مش مضروبة عن نت كده وتحت الكبري والكلام ده لا شهادة علمية اتوزع فيه تقام الحفل الكبير في شهر نوفمبر القادم بيزد الله لمثل هذا خلق يعني او انشئ الاعلام يعني ولمثل هذا ينبغي على الدولة المصرية ان تستفيد بواحد من انجب ابناءها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر